ارجع الغول و احتح حاجة محس بها ولكن هاد المره جاب الغلاله اهديه عجيبه قلست غلاله بين يديك في العادة و سولاته ايش جبتي لي اليوم جاب الغول هاد المره جبتليك اللي عمري ما جبته جبتليك زيت الزيتون الى غليتها وحطيتي فيها رجليك يخرجوا يلمعوا كيف انتهب و جبتليك الرماد لكحل الى كحلتي به عينيك يصبحه يبرقه كيف الجوهر اما السلسل الحمر اللي حنيتي به يديك عمرهم يدباله هنا غلاله دنات ان الغول كشف سرها و ان هذا هي قابلها الزيت المغليه و الرماد الكحلاء و السلسل الحمر حيث من قبل نصحه ماتح الباب حيث الباب البير حجاب الليل و النهار هو الضلام و النور و الداخل منه غدار هي انا اللي دخلت ايوه الغدار يصحق لقوبة قال لي هالوحش عرف غلاله انك شاك فيها ولكن الصح قلته و اجربي و شوفي خدعت غلاله الهدية منه قررت باش تجربها قدامه باش تحميشكو و هامو لكن المفاجهة حصلت شافت غلاله راسها في المراية ما صدقاتش اش شافت صبحات واحدة من حور العين العينين تيبر قول يدين و الرجلين و عرفات ان الغدار صدق هالقول و انه ما عرف والو عن الباب اللي حلاته و في اليوم التالي قررت غلاله تحل الباب مرة اخرى و تعرف سر الضوف اخر طريق خرج الغدار كالعاده و غلاله تبعاته الباب و شقت طريقها مرة اخرى و زربات في المشياء حتى وصلت للنور قربات و قربات اش لقات؟ لقاتوا مخرج سري للباب و مخرج الروضة جميلة غلاله ما صدقتها شافت الورد و الفراخ و الفراش جناه فوق الارض الفراخ تغني و الواد يجري و غلاله تجري تابعه و ترش عليها من ماه و حلات الفايرها يتنفسوا بعد مهلك هدلام الباب و في البعيد شافت غلاله قصر كبير و بعض النساء جاين قاص دي المكان يغني و يشطحه خافت غلاله و تخبات بالعشاب بدأت الشمس تغيب و حسات غلاله بل الغول قرب يرجع ورجعت الباب قبل ما يتفضح سرها و من هذا كل يوم و وقت ما خرج الغول كتب عغلاله للروضة تجري و تلعب حتى العشية و ترجع للباب قبل منه و واحد من نهار خرج أمير البلادي تنزح و حس بالعطش و قصد الواد مديدته الماء عش القاتمه شعره من دفيرت غلاله كيلعب بها الماء خادها بني دي و تسأل واش كيناف البلاد اللي عندها هات الشعر ما كينات اليوم اندق باب التيور باب باب حتى نلقى الكلام يجوال في الحين رجع للقصر و امر الخادم و الحاشم يقلب على مولاد الشعره حتى حد ما كان عارف غلاله اللي كتجي للروضة كل يوم و غلاله ما كانت عارفة بللي امير البلاد عليها كيقلب و يدق البيبان وصل الخبار الامير ان بنت غريباء على البلاد كتجي كل يوم للروضة و تلعب و تشرب و قبل ما شمس تغيب تخوي الروضة ما معروفة انس و اللاجن قرر امير البلاد يمشي للروضة و يتسنها بنفسه في الصباح التالي حس الغرب المرض و مخرج من البير هنا غلاله ما كانت شجاحته قرر تقابله و التاويه بقى الوحش في البير يومين و يومين بعتها الامير في الروضة يتسن غلاله تظهر و في اليوم الثالث رجع للقصر في البير زاد الحال على الغول و ما عرفت غلاله لمرض دوا غير الدعاء و في اليوم الرابع مات الغول و حزنة غلاله و بكات حيث كان الغول ابوها و امها و اخوها و صاحبها فات نهار و غلاله عليه باكية لكن ريحته بدأت كتفوح حيث كيشتو الحوش ماشي بحالنا و دمهم ماشي بحال دمنا غطاتو غلاله و خرجت للروضة و من اللي خرجت كانت عارفة ان البير ما لها رجوع و ما كاين هنا اللي يحميها لا من برد ولا من جوع كانت خايفة و لكن الحمل اللي دلت طريق لم يمتوق و هي غالثة شافت في البعيد عودة هربانة و من وراها رجال تابعين بحال الحياحة خافت غلاله و العودة جاية قاصدها و وجدت خطاويها الهرب لكن العودة خفت جريتها حتى وقفت قدامها و قربت نسحات غلاله على وجهها حتى هدأت وصلوا الحياحة ما فهموا شجرة العودة اللي مقدروا شيروضوا هايام روضاتها غلاله في دقيقة قرب كبيرهم و خدال الجامس و سأل غلاله خافت غلاله من الجواب و خافت لا يكونوا هذي الرجال قصى من ما رتبوها و قررت بفطنة هودهاها تعطيهم جوابي منعهم منها أنا اللي خلال ايتام وسكن ضلام و خلال عروش وسكن مع الوحوش و دابا الوحش هالك و الباب سالك ما نكون بينكم ضيفة ولا ضيفة على دان الخليفة كبيرهم فهم كلامها و قال هذا البنت أمرها عظيم و ما يفهم كلامها غير الشيخ الحكيم و جروا العودة و رجعوا للقصر من اللي رجع للقصر حكى للأمير آش شاف من غلاله هنا الأمير عرف بالله هي البنت مولاة الدفيرها اللي عليها كيقلب و بسرعة خرج مع الخادم من الجنب الواد فين شافها؟ كانت غلاله مازال قالثة و حايرة فين تبشي وتباتليلها ووقف الأمير قدامها و تسعرب زينها و شبابها أما هي وقفت خايفة الأمير باين أمير من الباسه و قالت ماشي أنا اللي هربت العودة راه تسيد لي معك تحك الأمير و قال ماشي للعودة جيت ولكن جيت نشوفك و شاف الأمير تفيرها و عرفها مولاة الشعرات الطويلة صغيرا بحقه صغيرا هورك صغيرا 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 الافرق